الدورة التاسعة عشر من اللحاق الدولي للدراجات الجبالية تيتان الصحراء المغربية التي ستقام ما بين الثامن والعشرين من أبريل الجاري والثالث من ماي المقبل والمنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للدراجات ستعرف مشاركة حوالي 452 متسابقة ومتسابقا يمثلون 26 بلدا من مختلف القارات هذه السنة الجامعة الملكية المغربية ستشارك في تيتان بتسعود ديال الدراجين اللي كنتميوا المنتخب الوطني المغربي اللي هو أن روكور بوغ تيتان ديزيرت أول سنة سيشاركوا بهذا العدد المتسابقين كنتمنوا لهم أنهم يشرفوا الدراجة المغربية وكان ظن الصراحة أنهم سيكونوا في المستوى خصوصا السنة الماضية أنا نشفنا واحد لغزوطة اللي كانوا جيد جيد مشارفين المنتخب الوطني سباق تيتان الصحراء المغربية حسب الجامعة يشكل فرصة للمشاركين المغاربة للاحتكاك بالأبطال العالميين وتحسين أدائهم التقني واكتساب مزيد من التجربة والمؤهلات لخوض باقي منافسات في هذا النوع الرياضي الجامعة مستعدة ومفر جميع الشروط بش يمكن أن يكون هذا النجاح للبوط الأفريقية لأنه يكون فيه أبطال قبار الحمد لله يكون استعدادات للأبطال اللي فيهم شبان وشابات واللي غادي يكونوا إن شاء الله باش يمكنتهم يستعدوا في هاتي تان ديزير هو الأول باش يجيوا البطولة الإفريقية اللي غا تكون في 11 و 12 مئة إن شاء الله هنا في بوسكورة عدنا دابة فدل فدستعداد بدينها تقريباً تلجة الأسابيع وهذه الأول مرة في الدرجة الجبلية غالباً ما كانت ترب بوسكي يكون فيه أسبوع هذا المرة كين تلجة الأسابيع في هجوزة المجموعات بديننا مع المجموعة الأولى اللي عدنا معهم واحد المشاركة في واحد الماراتون على مراحل ماراتون هو ثاني أصعب ماراتون في العالم ديل الفتاتي مجموعة الثانية إن شاء الله تلتحق بمعسكر لهذه الأسبوع الأسبوع الجهي إن شاء الله وأدحى هذا الحدث الرياضي يستقطب عدداً كبيراً من ممارسي الدرجات الجبلية من مختلف أنحاء العالم لا سيماو أن هذا الصنف الرياضي يعاد واحداً من أقوى السباقة على المستوى العالمي أفض نادي برشلونان تشاف إرناندز سيبقى مدرباً الفريق حتى نهاية عقده عام 2025 بعدما كان سبق أن أعلن رحيله هذا الصيف كما أكدت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة فإن المدرب الشاب البالغ 44 عاماً الذي مدد عقده الخريف الماضي حتى عام 2025 وافق على الالتزام بعقده حتى انتهائه ويأتي قرار لاعب وسط برشلونة التاريخي بعد أسبوع واحداً من خروج البلوغرانا من ربع نهائي دور أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي ثم خسارة دراماتيكية أمام الغريم التقليد ريال مدريد في الدور الإسباني ليصبح الأخير متفوقاً في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة ترجمة نانسي قنقر